نروح مع حضراتكم لمجز لهم وآخر الأخبار مع منا تفضل يا منا شكرا لك هدير التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحصين ملك الأردن وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين الدول الثلاث بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم ويعز من جهود العمل العربي المشترك في ظل التحديات الكبيرة النتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة من جانبهما أشهد ضيف مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ورحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة تنطرق اليوم امتحانات الثانوية العامة حيث يؤدي الطلاب لامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع في التربية الدينية والتربية الوطنية وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعدادات نهائية لامتحانات الثانوية العامة ووجهت بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية مع تطبيق القانون على أي طالب يحاول الإخلال بأعمل الامتحانات أعلن الجيش الروسي تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة مؤخرا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الهجمات الروسية تمرت أسلحة قدمها الغرب لأوكرانيا وأن الجيش الأوكراني أكبر على إرسال أفراد غير مدربين في ساحة المعركة وأشار كوناشينكوف إلى مقتل أكثر من خمسين جنرالا وضابطا في الجيش الأوكراني جرأ قصف مركز قيادة في منطقة دينيبرو بيتروفيسك بصواريخ روسية خلال اجتماع لأركان القيادة الأوكرانية اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إلتا بستبوغن أن للنتيجة الانتخابات البرلمانية التي خسر فيها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة تشكل خطرا على البلاد وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية في كلمة بثها تليليزيون أن حكومتها ستتواصل الآن مع الشركاء المحتملين سعيا لحجد أغلبية تدعمها مشيرة إلى أنها ستعمل ابتداء من اليوم من أجل تشكيل أغلبية لضمان الاستقرار لفرنسا وتنفيذ الإصلاحات اللازمة هذا وفقد ماكرون وحلفائه الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية البرلمان انتخب المعارض اليسري جوستافو بيترو رئيسا لكولومبيا بعد فوزه على قطب الأعمال رودولفو هيرنانديز وأظهرت أرقام من مكتب التسجيل الوطني أن بيترو عضو مجلس الشيوخ الحالي ورئيس البلدية السابق للعاصمة بوغوتا حصل على 50.8% من الأصوات بينما حصل هيرنانديز على 46.9% وكان نحو 20 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد ختم موجز التساعة عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة